في بيوتٍ أذن الله أن تُرفع ويُذكَرَ فيها اسمُه يُسبِّح له فيها بالغُدُوِّ والآصال رجالٌ لا تُلهيهم تجارةٌ ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فيه القلوب والأبصار لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ويزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهُ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ إِحْسَابُ هذه الآيات المباركة من سورة النور يذكر الله تبارك وتعالى فيها فضل هذه البيوت العظيمة قال في بيوتٍ أذن الله أن تُرفع وهذه البيوت هي المساجد مساجد الله تبارك وتعالى في الأرض لأن المساجد هي بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه المساجد قال تعالى أذن الله يعني أمر الله وشرع أن تُرفع ويُذكَرَ فيها اسمه أمر الله تعالى أن تُرفع هذه البيوت وهذه المساجد والعُلماء قالوا تَكُون بِتَعْظِيمِهَا لِمَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في سنن ابن ماجة مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَلَوْكَ مِفْحَصِ قَطَاءَ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ وفي الصحيحين قال مَنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَا اللَّهِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ وَكَمِفْحَصِ قَطَاءَ القطَاءَ الطيراة الطيراة بتاعة القطة والمفحص بتاعة المحلل بتقعد فيه وتبيض فيه العلماء قالوا دا هذا الكلام للمبالغة طبعاً ما ممكن يعني يكون في مسجد قدر العش بتاع القطة لكن زي ما قال ابن حجر قال هذا من باب المبالغة يعني أنت لو بنيت بيت لله تبارك وتعالى أو ساهمت في بناء بيت من بيوت الله عز وجل ولو بشي البسيط زي العش بتاع القطة ربنا قال بنى الله تعالى له مثله في الجنة ومثله دي الإمام النووي علي رحمة الله قال إما مثله يعني في الصفة في الصفة وفي الحجم يعني يا إما الله سبحانه وتعالى ابن لك بيت في الجنة زي البنية تجد من حيث الحجم وكده والصفة وقال القولة التانية مثله يعني في فضل المساجد على سائر البيوت يعني ربنا يبني ليك بيت في الجنة البيت ده مفضل على باقي البيوت في الجنة ده يا أخوة أنه فضل عظيم جدا شاكد النبي عليه الصلاة والسلام كان يحض الناس على بناء المساجد والمساهمة في الاهتمام بالمساجد وهذه المساجد بنى منها النبي صلى الله عليه وسلم أمةً كاملة ودولة كاملة لأنه كان مقر النبي صلى الله عليه وسلم في المساجد ده مكان الفتوى وده مكان الاجتماع لإخراج الجيوش وده مكان الصدقات ده حتى المكان اللي بيقعدوا ويتونسوا فيها المكان اللي بتونسوا فيه بكلام طيب في المسجد أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ويمازحهم وما كان يمازحهم إلا بالحق يعني حتى الونسة في ناس قالين الدين ده ما فيه ونسة لك ما أقولها مولانا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتونس هاي تقال الشغلة دي جافة كده متحجرة الدين فيه ونسة وفيه هزار تهزر مع أخوك لكن انتبه كله يكون بالحق ما تهزر بالباطي ولا تتونس بالكضب ولا تتونس بالغيبة ولا بالنميمة تتونس بالحق وتمازح أخوانك بالحق حتى داخل المسجد بل الحبش كانوا بيجوا يلعب بالحراب داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل حراب يرمو الحراب والسهام والسيدة عائشة تتفرج من داخل حجرتها والنبي صلى الله عليه وسلم انزلات تطلع فيه كتف النبي عليه الصلاة والسلام وتعائل الحبش يلعب بالحراب وين؟ داخل المسجد فالمسجد دا شفت دا المقر بتاع الإسلام ذاته لأنه دي بيوت الله تبارك وتعالى وأهم شيء من أهم الأشياء التي تكون في المساجد بيان وتعليم الناس الحق من الباطل أهم شيء لأنه نشوف العقائد والتوحيد ونبذى الشرك ونبذى البدع كل دا كان وين؟ داخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة يطلع المنبر يقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تقال دا وين؟ جو المسجد هذا الكلام دا ويقرر التوحيد يقول من مات وهو يدعو مع الله ندا دخل النار انت عارف الحديث دا عن شنو؟ يعني إن موتا ويتا بتقول يا الله ويا البرعي دا معنى الحديث ما تستبع تشوف الحديث دا بعيد لا 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 دا في الواقع الآن من مات أي ذول مات وهو يدعو مع الله ندا الندا قد يكون رسول قد يكون نبي قد يكون ولي لو قلت يا الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كده بتدعو مع الله ردة لو ميت على ذلك دخلت النار وما أفلحت أبدا ذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كل دا وين داخل المساجد كل دا وين داخل المساجد تجي المرأة تعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يكون ما عنده رغبة في الزواج بها يقوم صحابي يقول زوجنيها يا رسول الله إن لم يكن بها بك إن لم يكن لك بها حاجة وين دا؟ جوه المسجد زواج النبي صلى الله عليه وسلم يزوج جو المسجد انت عارف الآن الحمد لله المساجد بتلقى محظم الحاجات التي كانت موجودة في زمن النبي سلام في المساجد فيه زي شنو زي العقد الآن الناس بيعقدوا اين في المسجد ما في كلام النوم الناس ما بتنوم في الجامع عادي ابن عمر كان ينوم في المسجد لما كان عذابي قبل ما يزوج ما في مشكلة الناس بتنوم جوه في المسجد النضافة نضافة المسجد الحمد لله الناس بتنظف المساجد والمرأة في البخاري من رواة ابن عباس كانت تقم المسجد تشيل الوساخة من المسجد لما ماتت ودفنوها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اين المرأة قالوا ماتت يا رسول الله قال هل لا آذنتموني يعني الاما وريتوني مشى المقابر وقال دلوني على قبرها صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم تاني ليه لأنه كان بيتنظف المسجد ده الآن موجود في ناس بينظف المسجد ما فيه وفي ناس بيبخيره المسجد بيبخيره لكن في حاجة وحدي أيها كويس في حاجة وحدي الآن بيقت معدومة في معظم مساجد المسلمين وعندها أسباب ألا وهي دعوة الناس إلى التوحيد ونهي الناس عن الشرك ده الآن في المساجد بزعة المسلمين ما فيه بل يكاد يكون مستحيل والله البلد دماشا لمراحل بعد شوية ما تسمح في الجامع من يقول للناس عبدوا الله ما لكم من إله غيره مجموعة من الأهل البدع والضلال وأهل الشرك اتصلتوا على المساجد وربنا قال إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر أهل الشرك ما بيعمروا المساجد الناس عندهم عقايد في الشيوخ وفي الفوكايا وعقايد في القبور وعقايد في القباب والأضرحة صدقني ده ما بيعمر لك مسجد تلقى رابط حجباته وشاي البخور وخاشي وطالع في المسجد إلا علاقتك شنو بالجامع انت جامع ده ما ده ما محلك انت حتى تؤمن بالله وهذا تقلع الحجبات ترميه برا ربنا قال إنما يعمر وده ده أسلوب بتاع حصل في اللقاء العربية يعني ما بيعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر والله الآية دي الآن نشاهدها بأعيننا أي جامع أدخل تلقى الجوامع إعلانات ملصقة قدام ما تعرف ذاته ده جامع ولا محل بتاع سجيل مدني ما تعرف اله ورق بينه ورق بغادي ويمنع منع باتن باتن منه قال لك تمنع باتن ويت منو ذاتك والعينك منو ذات ويت في الجامع ده ها؟ الله قالوا أن المساجد لله يمنع منع باتن الحديث في المسائل الخلافية منه قال لك يمنع لا يجوز التحدث إلا بعد أخذ الإذن من لجنة المسجد مسبقا دخلت له جامع؟ مكتوب قال تأخذ إذن من اللجنة قبل يومين من الكلام يعني دار تتكلم يوم الخميس تمشي لهم من يوم الثلاثة يا ناس اللجنة أنا دار أتكلم يوم الخميس يا ناس دي مساجد الله عز وجل الآن في بلدنا كده دار أتكلم يوم الخميس يقول لك طبعا الرئيس اللجنة ما في انتظره دارك طبعا لا في تنتظره يجيك أها دار تقول شنو يعني أكون دار أقول شنو دار أغني يعني حتى النبك أكون دار أقول شنو يعني يقول لك موضوعك شنو دار أقول عبدوا الله ما لكم من إله غير تقصد شنو بما لكم من إله غير باقصد إن الكباشي ما بالدجنة لا ممنوع ما تتكلم ليه يا أخي ما تتكلم الجامعة حقك إدت الجامعة ده حقك إدت ده جامعة الله تبارك وتعالى فدي المساجد بتاعت المسلمين لأنه تسلطوا على مجموعة من أهل البدع ما عندهم علاقة مع المساجد تسلطوا على المساجد كويس تسلطوا على المساجد ده مسجد ناس فلان وده مسجد الطريقة الفلانية وده مسجد الجماعة الفلانية مسجد طريقة إن جيت إنت عندك دي جي ساي ما يخلوك تتكلم مع إنه الله قالوا أن المساجد لله المساجد ما بتعطى الطرق ولا بتعطى جماعة فلان ولا بتعطى حزيب فلان ما يخلوك تتكلم فشوف سبحان الله الآن المساجد بقت في مرحلة بتاعت إن الصلة على ناس ضيعوا بالمساجد دين الإسلام مع إنه النبي صلى الله عليه وسلم بنى دين الإسلام من داخل المساجد أول حاجة عمل النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد في المدينة أول حاجة لما مشى المدينة بنى الجامع لأنه الجامع ده انت بتبني به أمة وتعلم فيه الدين وتعلم فيه الحق لكن تسلط عليه أناس نسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم فربنا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليم تجارة ولا بيع إلى آخر الآيات الآيات لسه فيها شرح لكن أنا أكتفي بهذا القدر لأنه فيه متحدثين كتار قدب الشيخ أحمد البدوي من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا